الى روسيا حيث اعلن الكريملين ان المناطق الاوكرانية الاربع التي ضمتها روسيا مؤخرا تخضع بالكامل لحماية ترسانتها النووية وقال مسؤول الروسي ان بلاده لن تسمح بتوسع نيتو شرقا او تهديد امنها وذلك بينما يجري فيه الحلف شمال اطلسي مناورات روتينية لاختبار استعداده لضربة نووية محتملة وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوب في التصال مع الصحفيين ان هذه الاراضي اجزاء غير قابلة للانتزاع من روسيا الاتحادية وتحظى بالقدر نفسه من التأمين وشأنها شأن بقية الاراضي الروسية وكان المتحدث والروسي يشيروا الى مناطق دونياتسك ولوغانس باقليم دونباس شرق وزابروجيا وخيرسون في الجنوب وفي الشهر الماضي وقع الرئيس الروسي فلادامير كوتين قرار ضم هذه المناطق الاربع عقب تنظيم استفتاءات فيها وذلك رغم تنديد اوكرانيا وحلفائها الغربيين بهذه الخطوة التي وصفوها بغير الشرعية وفي وقت سابق قال المسؤولون الروس ان موسكو ستعد اي هجوم على المناطق الاوكرانية التي ضمتها هجوما على اراضي الاتحاد الروسي موسيقى